استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي نارشكين الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيرجي نارشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبول تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الإفريقية وملفات مكافحة الإرهاب ومستجدات الأوضاع الدولية لسيما في أوكرانيا وأفغانستان وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في المنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزيفة للتوتر الإقليمي مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وقد تم تأكيد الحرص في هذا الصدد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف المرفات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية متميزة